اهلا بكم من جديد مشاهدين اخبار المشاهير دايما بتشغل الناس وفي نشرتنا الفنية دلوقتي هنقولكم قصة تحويشة عمر فنان اتسرقت منه في لمح البصل كمان هنتكلم عن السؤال اللي اثار الجدل الساعات اللي فاتت واللي تسألته ياسمين عزة عم ووصفات فتح لمها ويترى كان ايه رده ومروى نصر اللي قالت عن شرين مثيرة للشفقة وغلطة مواضيع تانية كتير في نشرتنا الفنية هنتكلم عنها دلوقتي فورا هنبدأ نشرتنا الفنية بالكلام اللي قالته الفنانة مروى نصر عن الفنانة شرين عبدالوهاب والحقال انها كانت تصرحات نارية جدا وبالفعل فتحت النار من خلاله وقالت شرين عبدالوهاب عملت كل الحاجات الغلط وكل الحاجات اللي ما تتغفرش ولو كانت نجمة شابة عملت كل ده كان زمانها في حتة تانية خالص والجمهور كمان كانها عقبة قالت كمان شفت فيديو لها انها بتقول على قليسة وهي بتغني كتب شكات على الجماهير او الناس اللي بتحضر لهم طبعا كملت كلامها وقالت ان قليسة نجمة جبيرة وشخصية لطيفة وبتعامل كل الناس بتواضع وانها نجحة جدا وليها جمهور وشعبية اما بقى عن وصف شرين نفسها بصوت مصر ردت مروى نصر وقالت يا اخر اغنية عملتها امتى علشان تبقى صوت مصر كل حياتها الاخيرة دي كانت حياة شخصية ومجرد استعطاف لا غير وكملت كلامها وقالت يا شرين ربنا دالك حاجة كبيرة قوي ما بتجيش غير كل سنين كتير مرة واحدة اخدت دعمة من اول يوم طلعت فيه وبقيت نجمة كبيرة جدا عندك صوت عندك قبول عندك جمهور وعندك بنتين زي القمر وعندك كل حاجة ومعرفتيش تغني لمحمد الموجي واحسن واحدة غنت كانت مي فارو بس وجيت مروى نصر حياة رسالة لشيرين عبدالوهاب وقالت لها نصا انتي تقبلي بنتك تعمل كل الحاجات الغلط دي ولو حس فعلا انك صوت مصر خليكي فعلا قد اللقب ده وراعي كل تصرفاتك علشان خاطر بلدك وعلشان خاطر جمهورك اللي بيحبك تفتكروا مشاهدينا ممكن شيرين ترد على الكلام بتاع مروى نصر لو حصل وردت الحقيقة هنشوف معاركة كلمية شارسة جدا قوم المروى نصر وشيرين عبدالوهاب والغنى نروح لفتا أحلام ياسمين عز اللي بقى ترند الساعات اللي فاتت على السوشال ميديا بعد ما تسألت ياسمين عن مواصفات فتا أحلامها ردت الاعلامية ياسمين عز على سؤال واحدة من المتابعين عندها تقولي ايه يا ياسمين في مواصفات فتا أحلامك الحقيقة رد ياسمين عز كان طبعا رد متوقع ردت لان ده أغبى سؤال مرة على تاريخ البشرية والحيوانات وكل الكائنات لان يا حبيبتي ما فيش مواصفات الرجالة كلهم حلوين الرجل وكينونة الأحلام ودافع المرأة للأمان للأمان لا يعني يا أستاذة ياسمين عز مش عارفين نرد عليك ونقولك ايه عموما ربنا يوفقك ويرزقك بمن الحلال اللي تتمنين او من مواصفات فتا أحلام ياسمين عز لسرق تحويشة عمر الفنان صبري عبد المنعم طبعا تم نهب تحويشة عمر الفنان صبري البالغة 2 مليون جنيه وحاولت السلطات الأمنية طبعا من فك لغز قضية النصب اللي حصلت له واللي تعرض لها الفنان صبري عبد المنعم المعرف اللي حصل انه كشف الأمن ان العصابة مكونة من 10 أشخاص وهي اللي نصبت على الفنان صبري عبد المنعم وهموه عن طريق الرجل وست انه بيبيع شقةه اللي في القاهرة بعد تحرير توكيل مفروض انه كان رسمي ليهم عشان يبيعوها لشخص تاني من غير ما يحصل اي مشكلة او يحصل الفنان على اي سلوس واعلنت السلطات لاحقا القبض على المنتهمين او العصابة لنصبت على الفنان وتحريات اجهزة الأمن طبعا قالت انهم 5 من المنتهمين العشرة ليهم سوابق جنائية ومن بينهم 4 تم حبصهم بالفعل على دمة قضايا نصب اخرى مشاهدينا من قضية النصب نروح للتراشقات والاتهامات اللي بين نقيب الموسيقيين الحالي الفنان مصطفى كامل وبين النقيب الأسبق مونير الوسيمي اصدر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية الحالي بيان رسمي علشان يرد من خلاله على النقيب الأسبق مونير الوسيمي واللي اتهموا اتهم غريب في عدة بيانات قبل كده بانه سرق كلمات اغنية الحب الحقيقي الشهيرة واللي قدمها محمد فؤاد بصوته من كلمات مصطفى كامل وأكد أن مصطفى كامل قدم بالفعل استقلته من النقابة عام 2010 علشان يترشح لعضوية مجلس الشعب بوقتها جاء البيان الرسمي كالآتي جاءتني اتصالات عديدة ورسائل على الواتس هاب من مجموعة من الصحفيين المحترمين وذلك للرد على عبارات تفوه بها رجلاً تعدى سن الثمانون عاماً للأسف لم تتم محاسبته جنائياً عما اقترفه من جرائم صارخة وتخضع لجرائم الأموال العامة طبقاً لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في سنوات تولي النقابة أو نقابة الموسيقين والتي أصبح من الضروري أعادت فتحها من جديد بعد أن أخمدت نيران الثورة في 2011 كل المستندات التي تم تقدمها لمباحث الأموال العامة وذلك بعد اقتياده مكلبشاً والقبض عليه حينذاك في زفة لم تشهد عن نقابة سابقة طبعاً ده كان البيان الرسمي اللي صدر من نقيب الموسيقيين مصطفى كامل ومن أزمة نقيب الموسيقيين نروح نطمن على صحة الفنان طاري عبدالعزيز وكتب بناجل طاري عبدالعزيز عبر فيسبوك باعتذر لكل الأهل والأحباب والجمهور على صعوبة الرد الفترة الفجر وأحب أطمنكم بفضل الله الوالد كويس جداً ومستمر في رحلة العلاج بثقة وإيمان وبخفة دم وضحك برضو وإن شاء الله هيؤمننا بالسلامة جميعاً اتعولوا وطبعاً إن شاء الله تقدروا تتمنوا عليه بنفسه ألف سلام عليك يا فنان ومسك الختام بالطبع مع الفنانة ميرنا نور الدين أكدد عروس في الوسط الفني واللي فاجأتنا بالخبر الجميل ده الفنانة ميرنا نور الدين هتحتفل النهاردة بالليل الجمعة بعقد قرنها على عمر عطية وهو من خارج الوسط الفني تماماً وهو صاحب إحدى مراكز التدريبات الرياضية الشهيرة في مصر ودعت ميرنا نور الدين عدد كبير جداً للنجوم الفن زملائها وفي الوسط الفني إلى حفل زفافها اللي هيقام في مدينة السادس من أكتوبر الليلة إن شاء الله وبكده مشاهديني نكون وصلنا لآخر تغطيتنا الفنية طبعاً تابعونا في كل أخبارنا أخبارنا ما خلصتش ونشراتنا الفنية مكملة معاكم بشكركم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة